بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين موضوعنا اليوم عن حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج وعن الأولاد وما يتعلق بهن كل اللي راح نتكلم عنه هو من كتاب مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي من أعلام القرن السادس الهجري طبعة دار المتقين بيروت لبنان قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله تعالى من الأجر ما أعطى أيوبا عليه السلام على بلائه ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاه الله تعالى مثل تواب آسيا بنت مزاحم عليها السلام زوجة فرعون لا أنه الله هذا للزوج وهذا للزوجة مو كل كلامنا للزوج أو مو كل كلامنا على الزوجة أو العكس لا روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله تعالى عليه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة سئلة النبي صلى الله عليه وآله قال شنو حق الزوج على المرأة فقال لها صلى الله عليه وآله أن تطيعه ولا تعصيه هذا الكلام هنا عن المؤمن من الرجال مو الفاسق مو الكافر مو الغير مسلم فقال صلى الله عليه وآله لها أن تطيعه ولا تعصيه يعني هسه امرأة زوجها يقلها قومي جيبيلي خمر سويلي أكل على مد أشرب خمر ويا هذا هنا نطاعة أمقلها عصيان إذا عصتها يصير عليها عصيان ولا تتصدق من بيتها بشيء إلا بإذنه استقلنا أول شيء أن تطيعه ولا تعصيه أو تعصيه ولا تتصدق من بيتها بشيء إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا مو الصوم الواجب شهر رمضان لا الصوم التطوع أريد أقضي أريد اليوم يوم مبارك أريد أصومها هذا تطوعا يسمونه ما تصوم إلا هو يوافق إذا ما وافق ما من حقها تصوم ولا تمنعه نفسها أن مات منها من نفسها وإن كانت على ظهر قتب أو قتب يعني لو كانت صاعدة بسيارة لو صاعدة على جمل يعني من باب المستحيلات هنا القول يعني مستحيل واحد هو قاعد بسيارة ويقول تعايا يلا حس أريدا لا مستحيل هذا الشيء لكن من باب صعوبة الشيء يقول حتى لو كانت كذا ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ما تصل علي يا أخوي وجاء أخذني وهي طالعة من البيت وبالطريقة قل ترى أنا طلعت وي أخوي إجاني أبوي وأخذني حس شوية وراجعين ما كوت حاجي يجيك أخوك يجيك أبوك تيجيك أمك أختك خالتك عمك تتصلين بزوجك ما تقل لي لا يابع أطلع تعدلي قال لا ما تطلعين قلهم والله ما أقدر آي أنا أتكلم عن المرأة المؤمنة غير المؤمنة لا كيف خري مري أنا أحكي عن المؤمنة أنا ما لأ علاقة بغير المؤمنة غير المؤمنة ما لأ علاقة بيها ونرجع إلى القول ولا تمنع نفسها وإن كانت على ظهر قتل أو قتل هنا الحقوق الشرعية للرجل زين هس تجي وحدة تقول أنا مثلا أنا عندي أطفال ومسؤوليات وكنيس ومسح وطبخ وكذا 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 والرجل يطلع الصبح يرجع الظهور قال بالدنيا والله أنا طالع أشتغل أنا طالع للدوام أنا طالع للمدرويد يجي يريد كل شي يريد المرأة يكون متعطرة ومتمكي يجي وكذا ومنتظرت يريد البيت نظيف يريد الأكل جاهز يريد فراشة نظيف يريد يمتا ما يقلها تعاي كون تجي زين أنا شلون لا تزوجي أحسن حل المرأة لا تزوج لا تزوجي قاعد ببيت أهليك ملك وتأمرين وتنهين تقلي لهم جيبولي الأكل جيبولي مي جيبولي كذا خاطر عالي يجيك من الوالد الله يحفظه يقلت قومي أنا على أبوك لا أبو كذا لا أبو كذا لا أبو كذا قومي ساعدمك قومي سوي كذا قومي مسحي قومي كنسي قومي كذا هاي الملكة اللي تدعي الشيء هو ما موجود أنا شنت أعداه لي ملكة أنا شنت أعداه لي أميرة أنا شنت أعداه لي سندريلا هذا الكلام تافح المؤمنة لكن على الرجل يعني هي ما من المعقول أنت شوف مرتك 24 ساعة تفتر شنها ثور بالناعور حشاها بس للمثل تفتر بهالناعور هذا يا تكنس يا تمسح يا تطبخ يا كذا يا كذا وإنت والله طبيت للحمام سبحت وكملت وتعطريت وهاي وأكلت لقمتك وشربت شايك يلا وين هاي الخاتون خد تجي أنا هسا أريد أمارس حقوق الشرعية خيب دقيم وين عقوق الشرعية زين أنت ما تشوف هي مقلوبة على البطانة هي تعبانة هي الضين كاتنة لكن بالأوقات المناسبة المفروض على الرجل أن يشوف وقت مناسب يعني لكن ما معذورة المرأة تفتر من الصبح للهي تكنس تمسح وتطبخ ورعاية أطفال و و ومن تجي زوجها بالوقت اللي يريدها شا تقل لي يلا بسرعة يلا أريد أنام يلا أريد مدرشيني تعبانة ما بي أحل ما لخلك هاي حتى العواطف اللي عنده بداخله يريد يترجمها مع زوجته تنتهي تموت يظل الرجل يدور على مكان آخر يرتاح به وينسعد به يقول لك هاي مرتي تعبانة خليها على تعذن أروح أشوف لي غير مكان نحن نتكلم بالحلال مو بالحرام هذا بالحرام هذا إنسان زاني وصاقط وسافل ما نعلاق به ما نتكلم عن الحلال نرجع إلى الروايات يقول صلى الله عليه وآله فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها تشبع لعنة لعنة الله عليك لعنة الله عليك الملائكة كلا الأرض والسماء كلا فقالت المرأة رجعت للرسول صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل الرجل من أعظم حق عليه قال والداه قال قول النبي صلى الله عليه وآله مو قولي أنا أنا ما لعلاقة أنا ناقل فقط فقال والداه صلى الله عليه وآله قالت فمن أعظم الناس حقا على المرأة قال زوجها لا أبوها ولا أمها ولا أخوانها ولا خواتها ولا عشرتها ولا قرائبها شوف أكو فرق بالموضوع هنا والنبي صلى الله عليه وآله لا يمطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قالت فمن أعظم الناس حقا على المرأة قال صلى الله عليه وآله زوجها وقالت فما لي عليه من الحق مثل ما له علي زنولية شو حقوقها تختلف عن حقوقي قال لا هو حقه يختلف وانت حقك يختلف ولا من كل ماء واحدة واحد بالمية ما إليش من حقوقه هذا قول النبي مو قولي أنا صلى الله عليه وآله فقالت هاي الإنسان هنا مو مؤمنين يعني مو صاحب الدين مجرد جاي تسأل فقالت والذي بعثك بالحق لا يملك رقبتي رجل أبد أو أبدا ما أريد أتزوج سويتي خير جزاك الله خير لا تتزوجي الله ومحمد وعلوياتك عساك ما تزوجتي طب تسم تزوجتي ولم تزوجتي مشكلتك عمي ضيم أحسن لها لا تتزوج اللي ما عدها لا دين ولا صبر ولا كذا ولا كذا قاعد بياتك وهاي ظل يخدمي أبوك وموك من يموتون تخدمين منو نسوان إخوانك صيري خدامة لهم ليش تخدمين زوجك لا خدمي زوجات إخوانك أفضل قال النبي صلى الله عليه وآله أي ممرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله تعالى منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه حتى يرضى عنها ويقلها أنا رضيت عنك مبرية ذنبه وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله تروح جاهد فكانت أول من يرد النار النار وكذلك الرجل وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما يعني الرجل اللي يظلم المرأة المسكينة قليلة الحيلة كذلك كذلك راح ينعلون والدي أم يدخل النار بهاي المرأة الفقيرة الشاب عظيم يقول وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني وإذا خرجت شيعتني يعني توصلني للباب وإذا رأتني مهموما قالت ما يغمك إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل به غيرك يم الله أنت العليف تشتغل مو قاعد بالبيت لا أنت مدام تشتغل بعد الرزق يم رب العالمي إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل به غيرك وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله هما اسمع الكلام شوف المؤمن من تتكلم وذيك اللي تقول أنا ما أريد الزوج ولا واحد أنا شيء يبلغ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله بشرها بالجنة وقل لها إنك عامل من عمال الله ولك في كل يوم أجر سبعين شهيدا وفي رواية إن لله عز وجل عمالا وهذه من عماله لها نصف أجر الشهيد هاي رواية نرجح وقال صلى الله عليه وآله أي ممرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه 24 ساعة تطلب أنا الحمد لله والشكر الإنسان بزوجها وحملته وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم تقبل منها حسنة وتلقى الله تعالى وهو عليها غضبان سبحان الله وزوج رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من رجل فرأت منه بعض ما كرهت عصبي مؤذي بخيل فتش فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال لعلك تريدين أن تختلعي أو تختلعي يعني تريدين تخلعين تريدين تطلقين فتكوني عند الله أنت من جيفة حمار أنت من جيفة حمار عند الله تكوني وصبري الصبر من الإيمان عن الإمام الصادق صلى الله عليه قال ليس للمرأة مع زوجها أمرا في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها حتى إذا تريد تنذر من فلوسها أستطيع لك أنا من راتبي أريد أنطي أريد أودي أريد أخلي أستدول المعممين شي يقول لك يقول لك وما دا مراتب هي ما لا علاقة الزوجة لا بابا الإمام المعصوم يقول لا كلام المعمم خطأ كلام المعصوم هو الصح لا تمشون وراء المعمم امشوا وراء الإمام المعصوم أو وراء معمم ينقل لكم كلام الإمام المعصوم صلى الله عليه لا ينقل لكم كلام المرجع المرجع مو معصوم أحكام ظنية على ظنه على عقله مرت شابعت نهيل يقول هاي كرامة من الله كرامت يا شباب أنت شابع نهيل المهم عن الإمام الصادق صلى الله عليه قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق عتق رقبة ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكا أو بر إلى والديها أو صلة قرابتها يعني ذا هي عدف لوس تريد تنطي لأبوها تريد تنطي لأمها جائز تريد تنطي الواحد من قرابتها إنسان مستحق هذا شيء جائز لكن هذا من ماله تريد تدفع مال الحج أو الزكاة هاي من فلوسه جائز حتى لو ما قبل أنا نمشي على قول المعصوم مو على مزاجنا أنا رجال غصبا عليها أنا مرأة يخلي يولي عن النبي صلى الله عليه وآله قال حق الرجل على المرأة إنارة السراج يعني الضوة تفتحك وإصلاح الطعام هذا حق الرجل على المرأة حق يعني سيجيك المرجع شي يقل لك ترى مو من واجبها تطبخ لك مو من واجبها تنظف مو من واجبها هذا متفضل مو ما شوفوا النسوان من شابعتهم نعل بابا الإمام النبي صلى الله عليه وآله يقول حق أنا أشيرها على مد حق الرجل على المرأة إنارة السراج وإصلاح الطعام وأن تستقبله عند باب بيتها أي واجبات المرأة أي واجبات النبي يقول عنها مو أبوي أبوي ما لا علاقة بالموضوع صلى الله عليه وآله يقول حق الرجل على المرأة إنارة السراج وإصلاح الطعام وأن تستقبله عند باب بيتها فترحب به من يطب الله يساعدك الله يقويك جزاك الله خير ها حبيبي ها حياتي ها عمري ليس خلينا يسمع من غيرك ويروح إليه وصير ليك حبيبته وإنتي تشبعين بس المسبة والغلط صيري زيني فترحب به وأن تقدم إليه الطشت أو الطست قبل يسمونا الطست إحنا نقول الطشت من باب اللفظ يكون أسهل أن تقدم إليه الطشت والمنديل وأن توضئه يعني تقسر رجلية كذا وأن لا تمنعه نفسها إلا من علا إلا مريضة تقول أنا مريضة اعذرني جزاك الله خير يقول أبوي يا معذور بس من علا إلا يعذرها وأن لا تمنعه نفسها إلا من علا والملابس مال الطبخ لبيها بعد روحي لبسي ملابس جديدة متريت نامين بفراشيش تعطري تمكيجي مو تتمكيجين للناس بره على مودي يشوفون عطورة وملابسة شراقية تجيين بالبيت الججلاشة اللابستها طابخة بيها صالح أسبوع الخيسة مالتها مالت البصل ومالت الطبخ توصل لجيران أنا الإمام الصادق صلى الله تعالى عليه قال إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وعليه فقالوا يا رسول الله إن رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض فقال صلى الله عليه وعليه لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لكن الزوج المؤمن مو الزبالة مو الفاسق مو يدور نسوان بالحرام مو يشرب عرك هذا تسجد له لا المؤمن وهي تكون مؤمنة وقال صلى الله عليه وآله لو إن امرأة وضعت أحدى ثديها طبيخة والآخر مشوي هذا صدرها تشلع من مكانة تقصهين وتقدمهن الزوجة المؤمن والإنسان المؤمن يقول لو إن امرأة وضعت أحد ثديها طبيخة والآخر مشوية ما أدت حق زوجها ولو إنها عصت مع ذلك زوجها طرفة عين يعني قد متلى بعد قصم اللحمها وتطيب مع ذلك زوجها طرفة عين عصته ألقيت في الدرك الأسفل من النار إلا أن تتوب وترجع وقال صلى الله عليه وآله لا تؤدي المرأة حق الله عز وجل حتى تؤدي حق زوجها ما تؤدي إلا تؤدي حق زوجها عن الإمام الباقر صلى الله عليه وآله قال إن الله عز وجل كتب على الرجال الجهاد وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته حتى هذا الغيور زيادة عن البزوم الغيرة من الإيمان لكن مو غار يعني بأشياء تافه وقال الإمام عن الإمام الباقر عليه السلام إن الناجي من الرجال قليل ومن النساء أقل وأقل يعني الناجي من الرجال يوم القيامة اللي يدخلون النار من الرجال قليل اللي ينجون ولكن من النساء أقل وأقل يعني إذا ينجون ثلاثة من عشرة من الرجال المرأة زين إذا نجيت واحدة من عشرة وفي حديث وفي حديث آخر أو آخر قال جهاد المرأة حسن التبعل حسن التبعل أن تكون امرأة صاحبة الدين وأخلاق وثقة وكذا مع زوجه أن تعطيه ما لم يعطه أحد لأحد وتقول أنا أريدا بأن الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني بهذه الخدمة إلى هذا الزوج بهذا الصبر عن هذا الزوج وأن الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه يقول أي ممرأة باتت وزوجها عليها صاخط زعلان منعته في حق في حق مو في باطل لا تفهموني غلط تفهموني صح يقول صلوات الله تعالى عليه أي ممرأة باتت وزوجها عليها صاخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها وعنه أيضا صلوات الله تعالى عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أي ممرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقه حتى ترجع مائلها نفقه حتى ترجع يعني هاي اللي يجي أبوها يمشوا ياي فيولي رجلت وتروحوا ياه اللي تجي أمها وتأخذها وتروح وبعدين الرجال من يطلق شو تقلوله قلوله انت ظلمتها انت كذا بويا سوت أكثر من مرة عم سامحتها مرة سامحتها مرتين سامحتها ثلاث مرات شو يسوي يعني بعد بعد ما أقدر ما أعطيق هاي المرة فعاي لعنة الله عليها وقال صلوات الله تعالى عليه أي ممرأة تطيبت تطيبت يعني خلت عطور خلت مكياج ملابس تطيبت لغير زوجها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابه كارثة هاي هاي الأمور كارثة نحن نتكلم عن أشياء ما سمعينها ما نعرفها قليل ما نسمع يعني هذا الرجل اللي يجي للمرأة ويقلها غصبا لا مغصبا عليك قلها انت تتكلموا بأن الإمام يقول كذا النبي صلى الله عليه وآله هاي حقوقيك هاي واجباتيك انت إليك حقوق وعليك واجبات والرجل إلي حقوق وعليه واجبات وقال صلى الله عليه وآله أي ممرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها وبغير إذنه لم تزل في لعنة الله إلا أن ترجع إلى بيتها تموب كيف رايحة طابة طالعة يا شايلة العباية يا نازعتها يا مفلانة يا فلتانة هو ما يدري انت قائلت لها مثلا رايحة البيت فلانة ومناك طلعتوا البيت فلانة وفلانة 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 والموديل الجديد هذا على متسكت رجلة شو تقله رايحة للك راية زين هذا شي قل يقله لا تروحين تقله أبا عبد الله لبا عبد الله أبو يه عدري لبا عبد الله صلوات الله تعالى عليه وآله لكن بالشي المعقول يعني أنتم مهسب بالشارع مالتكم خمس بيوت ست بيوت بإقرايات أروح عن الواحد اثنين مو يا طابة منا يا طالعة اتروحين من الستة العصر اترجعين بثنتين بالليل أنت صحيح بالإقرايات لكن هذا الزوج هم إلي حقوق إلي كذا إلي كذا يجوز ما يقبل بس ما يقدر يحتي لأنه قلت لبا عبد الله المهم وعنه صلوات الله تعالى عليه قال أي ممرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا قط فقد حبط عملها لأن مستحيل هو ما شافت من عنده يعني زين ما رأيت منك خيرا قط يعني هاي اللي بلحظة عصبية ببيناتهم يعني صارت مشكلة عركة ببيناتهم شو تقل لي وانا ما شفت الخير من يوم اللي أخذتك لعد الله يقول هاي هنا يحبط عمله وفي رواية عن أنس بن مالك لعنه الله قال فرجو رجل غاريا في سبيل الله وأوصى مرأتي أو غازيا يغزيا وأوصى مرأتي أن لا تنزل من فوق بيته إلى حين يقدم وكان والدها في السفل فاشتكى فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تخبره وتستأمره فأرسل إليها إن اتق الله وأطيعي زوجك تمام الخبر هذا وبوها يصيح عليها جوة وهي فوق بالطابق الثاني وبوها بالطابق الأول ورجعت شبير زوجها قال مات نزلين أنا طالع ألا ما أرجع إلا قلت فدزلت للنبي صلى الله عليه وآله قال اتق الله وأطيعي زوجك وعنه عليه السلام صلى الله عليه الإمام الصادق قال إن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله على عهد النبي صلى الله عليه وآله خرج في بعض حوائجه وعهد إلى امرأته عهدا ألا تخرج من بيتها حتى يقدم قال مات طلعين لأي سبب أنا طالع بحاجة تنقضي وأرجع مات طلعين لأي سبب قال وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم وإن أبي مرض أفتأمرني أن أعوده أروح لي لأظل قعد بيتي فقال صلى الله عليه وآله لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قالت فمات بعدين مات الرجل أبوها فبعثت إليه فقالت يا رسول الله إن أبي قد مات أفتأمرني أن أحضره فقال لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال فدفن الرجل فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وآله قالت إن الله تبارك وتعالى قد غفره من دفنه الرجل الرسول صلى الله عليه وآله بعث له قال إن الله تبارك وتعالى قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك يعني الله سبحانه وتعالى غفر هاي المرأة لهم طاعت الزوج وغفر لأبوها بعد أبوها دخلت جنة لا حساب لا هاي على موت بيتة مطيعة لذلك نقول بأن الرجل وزوجته لازم أن يربون البنات لازم يربون الأولاد يعلمونهم الصح الخطأ الدين الصح منه والموصح منه ولو ماكو شي بالدين موصح لكن بعض الأمور يجوز أنت سامحها من مرجع هذا المرجع ينطيك أمور ظنية هو من عقله التافة ما أمر بها معصوم نحن نجي إلى الإمام الباقر عليه السلام صلى الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أوصاني جبريل عليه السلام بالمرأة بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة بينة يعني يقدم يوصيني جبريل على المرأة دير بالك على المرأة دير بالك على المرأة دير بالك على المرأة يقول حتى يعني أنا ظننت أنه لا ينبغي طلاقها ما يصير أطلق إلا أكفاحش وقال صلوات الله تعالى عليه من احتمل من امرأته ولو كلمة واحدة تحمل يعني جوزية بلحظة عصبية حجة الاحشاية مو صحيحة مووو الاحشاية ما يقدر الرجل أن يسكت عنه وانت بلعتها الاحشاية سكتت عبرته قلت يجوزية تعبانة جوزية مريضة جوزية عصبية من احتمل من امرأته ولو كلمة واحدة اعتق الله تعالى رقبته من النار وأوجب له الجنة وكتب له مائتي ألف حسنة ومحى عنه مائتي ألف سيئة ورفع له مائتي ألف درجة وكتب الله عز وجل له بكل شعر على بدنه عبادة سنة هيتحمل لك كلمة من مرته بس نحن مو من باب أنت تتحمل على متاخد دني كلهم الحسنات ويشابعتك نعل لا لا المرأة المؤمنة مرأة تهمل الإنسان يعني يتعب يصير عصبي يتمرض ما لمزاج يعني الهرمونات قاب بعد النسوان بعدها الأمور احنا نعرفها كلمة تعالشية قابت لك هرموناتي فالهرمونات تيرباتكم عليه يعني مرة ضبها ومرة شوية جزاعة الله خير سأله إسحاق بن عمار الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه عن حق المرأة على زوجها قال هذا قول المعصوم مو قول الأحزاب مو قول المراجع مو قول هذا لأن أنت رجال أنت تدافع عن الرجال وخليه ولن النسوان لا لا أنا ما لأحلاقة بهذا الموضوع أنا أتكلم عن قول المعصوم صلوات الله تعالى عليه نرجع نعيده سأله إسحاق بن عمار أبا عبد الله صلوات الله تعالى عليه الإمام الصادق عن حق المرأة على زوجها قال يشبع بطنها مجوع ويكسو جثتها ملابسها شغلاتها وإن جهلت غفر لها بس مو كل مرة يعني مرة مرتين ثلاثة عجرة إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام شكا إلى الله عز وجل خلق سارة سارة زوجته أمه إسحاق مو هاجر هو زوجه اثنيا هاجر كانت خادمة سارة وبعدين زوجته قصة طويلة في يومنا الأيام إن شاء الله نرويها خلق سارة فأوحى الله إليه إن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر وإن تركته استمتعت به قلت من قال هذا فغضب ثم قال هذا والله قول رسول الله صلى الله عليه وآله قال قول النبي صلى الله عليه وآله وعنه قال كان لأبي عبد الله صلى الله عليه وآله أو صلى الله عليه تعالى عليه الإمام الصادق امرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر إلها هذه وحدة كانت حتى سبة هي من الخوارج وزوجها من باب كسب الود من باقي العشائر أسوأ فكانت تؤذيه بالكلام بالكذا فكان يغفر لها لكن عند الله الله سبحانه وتعالى يدخل النار وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من عبد يكسب أو يكسب ثم ينفق على عياله إلا أعطاه الله بكل درهم ينفقه على عياله سبعمائة ضعف تمو الفلوس ضامها يابا ولدك يرادلهم ملابس يرادلهم كذا يرادلهم قرطاسية يرادلهم شغلات يرادلهم شيزين ما أعدي هس ها بعديا ها شوية بعد وقال صلى الله عليه وآله خير الرجال من أمتي الذين لا يتطاولون على أهاليهم ويحنون عليهم ولا يظلمونهم ثم قرأ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض النساء 34 بعد البسملة عن الإمام الباقر صلى الله عليه قال من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطهمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهم هذا إذا هل يتشم سوي لازم الإمام يطلقه عن الإمام الصادق صلى الله عليه في قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله سورة الطلاق سبعة بعد البسملة قال إن انفق عليها ما يقيم ظهرها من كسوة وإلا فرق بينهم وعنه كذلك صلوات الله تعالى عليه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأليكم النار تحريم ستة بعد البسملة جلس رجل من المسلمين يبكي وقال أنا قد عجزت عن نفسي كلفت أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهي عنه نفسك وعنه صلوات الله تعالى عليه قال إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض الحاجة فقال لها لعلك من المسوفات فقالت يا رسول الله وما المسوفات فقال المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى تنقضي حاجته زوجها فينام يقول ابو يتعايي أنا مثلا محتاج أريدك بالفراش في أشيء يقول له هسا جايتك هسا شوي بس أكمل هاي بس أسوي هاي على موت شني هذا يميل يتعب وينام ببعده هاي يسمونها مسوفة تنقضي حاجته زوجها فينام فتلك لا تزال الملائكة العنها حتى يستيقظ زوجها وعنه صلوات الله تعالى عليه قال رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته فإن الله عز وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها يعني دير بالكم عليها المرأة مهما تكون هي ضعيفة وقال صلى الله عليه وآله عيال الرجل أسراءه وأحب العباد إلى الله عز وجل أحسنهم صنيعا إلى أسرائه كأن أسير عندك لازم يدير بالك عليها وقال الإمام موسى بن جعفر صلى الله عليه أن عيال الرجل أسراءه فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه فإن لم يفعل أو شك أن تزول عنه تلك النعمة وقالت وقالت قولة لرسول الله صلى الله عليه وآله أني أتعطر لزوجي كأني عروس أزفؤ له فآتي في لحافه فيولي عني ثم آتيه من قبل وجهه فيولي عني فأراه قد أبغضني يا رسول الله فماذا تأمرني قال اتق الله وأطيع زوجك قالت فما حقي عليه قال حقكي عليه أن يطعمكي مما يأكل ويكسوكي مما يلبس ولا يلطم يعني ما يضربك ولا يصيح في وجهك قالت فما حقه عليه قال حقه عليك أن لا تخرجي من بيته إلا بإذنه ولا تصومي تطوعا إلا بإذنه ولا تتصدقي من بيته إلا بإذنه وإن دعاكي على ذهر ظهر قتب تجيبيه وقال صلى الله عليه وآله إنما المرأة لعبة فمن اتخذها فليصنها كأنها لعابة بيدك دير بالك عليها لأن أي جر قوية تنكسر أي كذا كذا بس هيا هي المؤمنة موها الزبائل أكو زبائل لكن المؤمنات لا المؤمنات صابرات صائمات مؤمنات جزاهم الله خير يربا أجيال يربا أولاد وبنات يكونون ذولي قدوة لغيرهم وقال أمير المؤمنين صلى الله تعالى عليه لمحمد بن الحنفية هذا محمد بن الحنفية الذابحي النبي يا بني إذا قويت فاقوي على طاعة الله وإن ضعفت فاضعف عن معصية الله وإن استطعت أن لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فافعل فإنه أدوم لجمالها وأرخى لبالها وأحسن لحالها فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة فدارها على كل حال وأحسن الصحبة لها فيصفوا عيشك يعني خدوا فمو كلها صياحة وكلها كذا ولا مطيها مجال كلش تخيط وتخربط أنا الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه قال اتقوا الله في الضعيفين يعني المملوك العبد اللي عندك يشتغل والمرأة هاي الأقوال عن الأهم المعصومين ما جبنا قول لمرجع كانت مرتاة طقية بالقندرة وساكت ويقول هاي أوه أنا كذا على مدانة ما يصير بالي في بيانوان الناس هاي كلها صلوا ورا يشلقون لا الإمام المعصوم يقول لك هذا حقك وهذا واجبك انت هذا حقك وهاي واجباتك أما عن الموضوع القانون الجديد اللي جاي تناقشون بي وقراءات وكذا بالعراق يعني قصدا والمرأة تزوج عمره تسع سنوات وما الهشي والحضانة مدري شنو والكذا 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 بعض الأمور صحيحة والبعض الآخر لا مجحف بحق المرأة يعني انت حضانة الطفل إذا المرأة كانت تريد حضانة ابنها بس هي ما من زوجه فأنت الواجب إلك أن تنطيها في الطفل هذا خليها لكن هي قالت لك أنا ما أريده شالتها دبتها بالزبالة بالشارع وانت أخذتها وكبر وظل يقول لك انت حرمتني من أمي بويا يقول لها أمك ذبتك بالزبالة أنا شلي علاق يقول لك لا انت ليش طلقتها بويا طلقتها ما تمشي عادي للمرأة يا أهل يجي يقول لها مشو يا تروحوا يا أبوها أمها أخوها عمها خالها ما تفيدني أنا هاي تمرأة يقول لك لا شو أنا أمي روح بويا الله محمد وعليه روح لأمك أي واحد مرأة زوجة بتسع سنوات انت من باب الشرع يقول لك جائز ما لقينا احنا عن المعصوم بإنجاز بتسع سنوات يعني هذا من يقول لك قال النبي صلى الله عليه وآله زوجوها في الثمانة وعلي الضمان ما كنت يا حجي سيدة فاطمة عليه السلام من زوجة الإمام أمير المؤمنين إذا نحسب الحساب الصحيح يمتن ولدته ويمتن زوجته يصنع عمرها أكثر من تسعة سنة هاي الرواية مار 18 و17 و16 واستشهدت السيدة صلى الله عليه تعالى عليها مو صحيحا في يومنا الأيام إن شاء الله سوي بحث كامل عن هذا الموضوع إن شاء الله بعدين نجي عن الأولاد وما يتعلق بهم إن شاء الله راح نقوله في حلقة ثانية لأن الوقت طالبنا وإن شاء الله في الحلقة القادمة راح نشوف عن الأولاد وعن الأمور الأخرى يعني هذا كتاب مكارم الأخلاق كتاب جدا ضروري أن يكون في كل بيت تتعلم من عنده أشياء تفتهم من عنده أشياء شغلات الزينة فإحنا هسا حيشينا عن المرأة وعن الرجل دير بالكم على نسائكم حتى هن يديرن بال بالهن عليكم وإنتا للنساء جزاك أن الله خير المؤمنات طبعا أنا أتكلم مو أنا أي وحدة لا المؤمنات دير بالك على زوجك يعني حتى لو هو عصبي هاي صفة العصبية موجودة عن كل الرجال خاصة بالعراق يعني فأنت عاملي مثل الطفل أتبريه ابنك عاملي مثل الطفل يصيح ماذا ليشي أسمو يوقف لك ابنك بالباب إلا تشتري لي كذا أتبريه زعطوت هذا الزعطوت هو ابنك أما من يقلش يالله وغس يا وعريد صار ماما صار حبيبي صار حياتي صار كذا قشمري بيحشاتين ثلاثة هو عقلي نص ونص وأنت جاي وأنت قتلي وأنا وما حدي طبطب علي والهرمونات قاب بأدي وشلون بي لو أدري ضل ما ظليتي ما ظليتي عد أهلك وظل هناك الأميرة والنهار قاية الله العظمى بجامتي ظل عد أهلك قاية عد أهلك وتونسي ودير بالك على على أبوك وموك يموتون دير بالك على منو أولاد إخوانك صيري خدام عدهم ويسعقونك بالقندرة حتى من عدك راتبتي ما الرعاية ما الكذا يأخذوني نعم الله عليهم ودعا جابولك مصاصر ومن تموتين ما عد لا علاقة بيش يقل لك هاي ما عد لا أولاد ولا هال طوز بي أخي تولي المهم إن شاء الله حلقة قادمة راح نكمل الموضوع ونتكلم بالكثير من الأشياء ولا تنسونا بالدعاء جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة